لأن الكاميرا الاحترافية اللي احنا بنحكي عنها كاميرا هي عبارة عن جزئين الجزء الأول اللي احنا بنسميه جسم الكاميرا بالانجليزي camera body الجزء الثاني اللي هو العدسة بالانجليزي اسمها lens فخلصنا كل شي بهمك تعرف عن body اللي هو crop frame full frame الشاشة الواي فاي هلأ اجا وقت العدسة هلأ في مبدأ جدا مهم بالنسبة للكاميرات الاحترافية إنه العدسة أهم من body الكاميرا إذا انت عندك body camera بغض النظر شو هو عليه عدسة عادية بتركبها على كاميرتك الحياة حلوة ولاخرية إذا بدك تطور لا يفضل إنك تطور ال body وتجيب body أفضل لأ جيب عدسة أحسن على نفس body crop frame هاللي هي 77D زي هيك مثلا وتركبها عليه وتشتغل فالعدسة هي اللي راح تفرق معاك على الكاميرا فالأولوية لما تشتري ويكون معاك كاش تحسب حساب كم عدسة بدك وشو بيظل معاك بتجيب في body للكاميرا هاذ هو المبدأ الأساسي اللي بدك تنتبه له حبيبي نبدأ أول إشي بالشركات المصنعة للعدسات طبيعي جدا لما تشتري كاميرا نيكون إنك تشتري عدسة نيكون إلها لكن النيكون بيسموا عدساتهم نيكور هيك بيسموها فإذا عندك كاميرا نيكون بدك تشتري لها عدسة نيكور إذا عندك كاميرا كانون يفضل إنك تشتري لها عدسات كانون والسوني نفس الإشي بدك تشتري لها عدسات سوني لكن في عنا شركة رابعة هيك جديدة يمكن اسمعت عنها اللي هي شركة سيجما شركة Sigma هي شركة بتصنع بس عدسات وبتصنع لكل الشركات اللي عندها كاميرات منهم Canon و Nikon و Sony طيب يا ليه ليش أنا ممكن أشتري عدسات Sigma في أكثر من سبب منهم خط الإنتاج Sigma Art خصوصا هاي عدسات تتميز بفتحات عدسة واسعة جدا وبوكي أو عزل عن الخلفية جدا عالي ينافس العدسات الأم للكاميرات فبتلاقي عادي جدا مصور عنده كاميرا Sony يركب عليها عدسات Sigma أو مصور Canon يركب عليها عدسات Sigma طيب يا ليه لو أنا عندي عدسة Nikon بقدر أركبها على كاميرا Canon بغض النظر على الأسباب لأسباب معينة رح تضطر أنك تركب عدسة Canon على كاميرا Sony مثلا هاي هي الحالة الوحيدة اللي بسمع عنها ليش يا ليه؟ في سبب عفا عليه الزمن اللي هو لما بلشوا المصورين يستخدموا Sony عدسات Sony كانت قليلة لسه Sony ما كانت بتنتج عدسات فكان عددها قليل ومش متنوعة كثير فيضطروا المصورين يجيبوا عدسات Canon يركبوها على كاميرات Sony عن طريق حلقة وصل أو منطلق عليها اسم Lens Adapter Adapter باللغة العامية سننستخدمها كثير ليش عفا عليه الزمن لأنه بحالين بسنة 2014 Sony صارت تصنع خط عدسات رهيبة متنوعة كمان بجودة عالية بتنافس الكنون وينيكون الحالة الثانية إذا أنت زي حالاتي مثلا عندك كاميرتك Canon وعدساتك كلهم Canon وبدك تبدل تجرب الصوني فبدل ما تتكلف وتبيحهم كلهم بتبدل بس البودي وبتجيب أدابتر وبتجرب عدساتك على بدي السوني شوي شوي بتبدل عدساتك بعدسات Sony فظل هم الحالتين الوحيدات اللي أنا شفتهم لكن يفضل إنك تلتزم بهاي الأربع شركات في شركات ثانية مثل Tamron والSamyang والآخرين ليش ما حكيت عنهم يليو في سببين الأول سهولة البيع والشراء إذا بتتذكروا حكينا عن موضوع الكاميرات إنه واحد من أهم الأشياء إنه إنت رح تجيب العدسة وتطور عليها فبدك تشتريها وتبيحها بسهولة Tamron والSamyang صراحة ما يلهم سوق كثير قوي في الأردن فمشان هيك ما حكيت عنهم لكن لو فتحت على السوق المفتوح أو الماركت بلايس على الفيسبوك رح تلاقي عدسات Sigma بالهبل موجودة للبيع وفي عندك الكنون والنكر وإلى آخرين فهي نصيحتي لك كمصور مبتدأ حاول تستثمر بالعدسات الممتازة بعدين شو بضل معاك كاش بتشتري فيها بودي كاميرا ممتاز